هغير الرواية زي اسماعيل اعتقد ان الرواية دي بالذات مكتوبة كويس قوي والضحك اللي فيها عالي جدا انا ما قلتش حاجة يا بو الصعوب بس انا عملت دور الست ده في السينما كتير قوي ايوه بس ما عملتوش على المسرح انا قلت كده برضو المسرحية دي هتنجح يا اسماعيل وهتبقى احلى المسرحيات اللي انت مسلتها في حياتك اتكل على الله اهلا اهلا يا استيزوالي نورت المسرح ربنا يخليك يا استاذة بالسعود على فكرة اتفرجت على المسرحية دلوقت كده اتفضل سعتك دل المسرحية تشرفت بيه ويا رب تكون عجبتك حيلة جدا ما شاء الله انت عارف ان انا عندي شركة انتاج افلام اه طبعا عارف وانتاجت كذا فيلم كمان انا بقى عايز انتج مسرحية عميتي فتفيت السكر وحولها فيلم للسلمة ايه رأيك عندك منع؟ لا طبعا ما عنديش اي منع بس يا طرى مرشح مين يخرج الفيلم ده؟ السيد بدير ويا طرى هتقدر تسلمني السيناريو والحوار امتى؟ بعد اسبوع بالكتير بس معلش انا باقترح ان احنا نغير في اسم الرواية شوية ليه يا استاذ الرواية نجحة باسمها عميتي فتفيت السكر لا 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 انا حخلي اسم الفيلم سكر هانم شفت يا فوزية المسرحية مكسرة دوني اعلى الاراضات الحمدلله سبحان الله يبقى انا بقى ظني مكانش في محله اه والادهة من كده انهم عايزين يحولوا المسرحية الفيلم السلم وبالصعود الابيار اتفق مع والي المنتج وادى له السيناريو والحوار بسرعة كده؟ اشتركوا في القناة